اشتركوا في القناة واقتادوهما إلى مقر الأمن بسيئون إلى أن قوات المنطقة العسكرية الأولى في نقطة تريس على الخط السريع رابط بين سيئون وشبام اعترضوا طريقهم ورفضوا مرورهم وطلبوا بقوة السلاح إطلاق سراح الشاحنتين لإكمال الطريق إلى ميليشيات الحطي الأمر الذي رفضه رجال الأمن والشرطة وساد التوتر بين الطرفين في النقطة العسكرية لقي عدد من عناصر الميليشيات الحطية مصرعهم وأصيب آخرون بنيران أسلحة وحدات القوات الجنوبية شمال الضالع تصدت وحدات من القوات الجنوبية لهجوم مستميط شنت الميليشيات الحطية باتجاه مواقعها المتقدمة في قطاع ثوخب حيث تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة وأجبرت على التراجع والفرار شهدت محافظة شبو انفجارين إرهابيين في تقمين عسكريين دون أن يخلف أي خسائر بشرية وفق مصادر متطابقة فإن عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور مركبتين عسكريتين لألويات العمالقة في الطريق الرابط بين مفرق النصاب ومرخة السفلة غربي المحافظة أعلنت وزارة تربية وتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني وتدريب المهني بدء تحويل وإرسال المستحقات المالية للربع الأول من العام 2022 إلى حسابات السفارات والملحقيات في دول الإبتعاد لتسليمها للطلاب المبتعثي للدراسة في الخارج واجددت الوزارة اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالطلاب المبتعثين في الخارج وأكدت أنها تعملوا على التحقيق الانتظامي في عملية تحويل وإرسال المستحقات المالية للطلاب الدراسين في الخارج طلع رئيس الوزارة معين عبد الملك على سير تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في محافظة تعز وجه رئيس الوزارة خلال لقائه محافظة تعز نبيل شمسان بتكثيف الشهود من أجل إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها خاصة في مجال الطرق من أجل تخفيف معاناة أبناء مدينة تعز جراء الحصار الحثي كما ناقش اللقاء مستوى تنفيذ شبكة الطرق إضافة إلى تشغيل ميناء المخة وترتيبات المتعلقة بإمداد تعز بالكهرباء والمياه نهاية هذا المجاز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر